اهلا بيكو اصدقاء اليوتيوب النهاردة في مواضيع مهمة هنتكلم فيها عن عملة الريبل والشيبة اينو والانهيار الاقتصادي العالمي المتوقع في اكتوبر شهر الحالي فخليكم معايا لغاية نهية الفيديو هنتكلم على مواضيع مهمة بس ياريت افكركم بتاعمكم للقناة بعمل لايك وشيري للفيديو التفعيل خاصية الجرس واشتراك في القناة لو حبيته وتوروا بعنايا صندوق الوصف المكتوب تحت الفيديو فيه معلومات مهمة نبتدي بالنسبة للإكس آر بي عملة يركز الريبل بشكل متزايد على تطوير البلوكتشين بحيث يمكن استخدامها لايسى فقط للمدفوعات عبر الحدود ولكن ايضا في مجالات التطبيق الاخرى كما اوضح ديفيد شوارتس الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الريبل ان اهمية السلاسل الجانبية اخذة في الزيادة ويمكن تكييفها بسرعة مع احتياجات الشبكات الخاصة والتمويل اللامركزي تمام في منطقة التحدي شديد التنفسية لن يتمكن الريبل من ترسيخ نفسه بقوة الى اذا كان الريبل يتيح امكانية التشغيل البيني مع عقود إيسيريام الزكية وبمقرر التغلب على هذه العقبة يمكن للنظام البيئي للتمويل اللامركزي ان يتطور بحرية قال ديفيد شوارتس نحن نعمل تطوير سلسلة جانبية لقالة الإيسيريام للافتراضية وستمكن متوره الريبل من انشاء اي تطبيق باستخدام عقود الإيسيريام الزكية والاختطيف والمحاولات الزكية ويعتمد مستقبل تقنية بلوكتشين بشكل اساسي على حقيقة ان تبادل بيانات بين سلاسل بلوكتشين المختلفة يعمل بسلاسة وهو ما ادركوا الريبل ايضا وتعد هذه هي نقطة الحاسمة لماذا يعتمد المر على وجهة إيسيريام اكبر بلوكتشين العقود الزكية في العالم كما يعلم الرئيس التنفيذ التكنولوجيا لدى الريبل ان الإيسيريام لديها حاليا صغر يمكن استقلالها حصول على حصة سوقية في قطاع التمويل المركزي هذا تعتبر رسوم المعاملات المرتفعة على إيسر شوكة في ظهر المستخدمين لذلك يتكاهن المر بأن المطورين الذين تعتمد مشاريعهم على رسوم معاملات مخفضة سينتقلون إلى حل السلسلة الجانبية للريبل ولا يخفي ديفيد شوارتس هذا كما أنه يزيل سوق الفهم بقوله أنا متأكد من أن الكثيرين منكم قد سمعوا أن رسوم الإيسيريام المرتفعة تعني أن المنصة مفيدة للجاهة وشعبية لكن لا تنسى أن الرسوم هي مشكلة محلية صلح ويجعل هذا الريبل الريبل بلوكتشين آخر يتنافس جنبا إلى جنب مع كوردانو وسولانا لمشاريع القائمة على إيسيريام للعصور على موطن جديد يسجل حاليا الريبل خسارة يومية بنسبة 1.21% بينما يتم تداول الريبل حوالي دولار حوالي يعني دولار واثنين سنت ونص دولار وثلاثة سنت واثنين من عشرة وقد ارتفعت العملة العملة مشفرة بالأمس إلى دولار فاصلة تمانية وتمانين سنت فاصلة زيرو تمانية وتمانين لكن المضربين على انقفاض السعر كانوا قادرين على منع السعر الإغلاقي اليومي فوق تمانية وتلاتين فاصلة اثنين في المائة في بوناتشي لهذا السبب توقع لو حدث هبوط لو حصل هبوط عن الدولار ستجد الدعم التالي عند المتوسط المتحرك لمتين يوم سبعة وتسعين سنت 0.9788 يليه تصحيح في بوناتشي بنسبة خمسين في المائة عند زيرو فاصلة تسعة ستة ستة تلاتة ستة وتسعين سنت ونص طالما ان تصحيح في بوناتشي خمسين في المائة قومت ضغط الهبوطي يمكن اختبار تصحيح في بوناتشي تمانية وتلاتين واثنين من عشر في المائة في اي وقت ولو حصل بقى يعني صعود لو حصل ارتداد يفتح باب الارتداد نحو تصحيح في بوناتشي 23% فصلة 6 عند دولار وعشرين سنت ده بيتكلم على اليومين الجايين دول تمام ده توقعات يعني هيبقى ماشي من 96 سنت لدولار وعشرين سنت هو التوقعات بتقول الكلام احتمال كده واحتمال كده اليومين الجايين دول ده بالنسبة في موضوع خاص بالXRP مع النيهار الاقتصادي حقولكو عليه لما خش على موضوع النيهار الاقتصادي بس في خبر صغير عن ايلون ماسك مع عملة شيبة عملة شيبة زي ما انتوا شايفين ان هي اللي بيحب شيبة وتعامل مع شيبة كتوصلت كتزيرو اربعة سفار حداشر وبعدين نزلت تاني ايه السبب بتاع الصعود القوي ده على فكرة ماسكة نفسية بقى لها فترة عملة شيبة كويسة ايه في الاسعار كانت ماسكة نفسها بقى لها فترة طيب رغم ان التغريدة ايلون ماسك عمل التغريدة دي فلوكي فرانك بوبي رغم ان التغريدة الاخيرة للملياردير الامريكي يقود بالعملات الرقمية ايلون ماسك لم تكن موجهة لعملة شيبة اينو او كما يسميها مؤيدها بقاتل الدوكوين الا ان عملة شيبة اينو انطلقت في الدقائق القليلة الماضية بقوة مسجلة ارتفاعات حادة بفضل مجموعة من المحفزات التي اجتمعت لتعزيز ارتفاعات العملات الكلابية الشهيرة ارتفع سعر شيبة اينو بشكل حد في الاسبوع الاخيرة بسبب ادراك كوين بيز لشيبة وعمل اخر عزيز بارتفاعات شيبة هو تغريدة ايلون ماسك عن عملة شيبة فلوكي التي تغرد لها ماسك كثيرا في الاونة الاخيرة عمل تغريدات كتير عن فلوكي عنده كلب اسمه فلوكي هو نوع شيبة اينو فبالذلك لما بيعمل تغريدة عليه الناس بتقول لها بتستغل التغريدات دي وترفع سعر الشيبة اينو تمام ده كويس للي بيستثمر عشان الناس كلها تكسب تمام فيه الخبر بقى المهم وليه علاقته بالكس ار بي فيه نيارك اقتصادي خبير الاقتصادي العالمي القوي اسمه روبرت كوازاكي ده معروف جدا وبيتكلم على مدي من جريد الاندبينتنت بيتكلم على نيارك الاقتصادي العالمي المترقب في اكتوبر تمام كريزس هيحصل في اكتوبر والمشكلة اللي حصلة في امريكا حاليا في الاقتصاد الامريكي مشكلة ضخمة على فكرة تصير القلق جدا في امريكا وفي كل العالم زي ما كنا عملنا بلكده في الفيديوهات بتتكلم على مجاعات ومشاكل اقتصادية كبيرة داخلين عليها زي انتم بتشوفوا حتى في الزلازل والبراكين وغرق الاراضي بالمطرة والكلام ده والشطر قارس اللي داخل عليه اوروبا والطاقة ومشكلة الطاقة كل كلام ده حاجات مش تدعو للتفاعل تدعو للتجاعم كمان ولكن داخل على اللي هو بيتكلم على نيار الاقتصادي المتوقع قصونا امريكا اكبر اقتصاد عالمي او اول اقتصاد عالمي ممكن تقول اول اقتصاد عالمي ان هو العملة بتاعتهم الدولار كمان بتتحكم في الاسعار النفط والبترول والدهب وكل حاجة مرتبطة بالدولار فطبعا لو انهارت امريكا طبعا هيحصل نيار عالمي كبير في الاقتصاد عالمي وعموما العالم كله على وشك الانهار الاقتصادي بقاله فترة وكلهم كانوا بيتنبئوا ان هيحصل الكلام ده في 2021 فهو بيتنبئ بالكلام ده يقولك اول ناس هيتضرر هو من اول الحاجات واقوى الحاجات هيتضرر بيها النيار الاقتصادي الدهب والبيتكوين الدهب والبيتكوين طبعا لو البيتكوين اتضرر كل العملات هتنزل هتتضرر جامد ولكن انا متوقع لما بيحصل حتى مجاعت لما بيحصل حتى مشكلة نيار الاقتصادي هل الناس هتبطل تبعد فلوسها بين البنوك تعمل تحويلات بنكية هل الكلام ده هيحصل هيبطلوا دي الحاجة دي من ضمن الحاجات اللي هي هتفضل مستمرة زي لما يحصل عندك مثلا فاكرين موضوع اللوك داون وكلام ده لما افلوا كل دول نفسها افلت عشان الكورونا وكلام ده بقت كل المطاعم افلت كله افل افل الا حاجتين يعني كانوا تقريبا شغالين السوبر ماركت والصيدليات بتاعت بيع الادوية فطمعا الحاجتين دول ضروريات مش هيستغنوا عنهم نفس الكلام عن التحولات البنكية التحولات البنكية هتفضل مستمرة والريبل اساسا هو اساسا الـ XRP مستخدمينه على العملات اللي هم ابتدوا يدخلوه في مجالات تانية دلوقتي وده حاجة كويس ولكن هو اساسا على التحولات البنكية من ارخص التحولات البنكية عن طريق الـ XRP فدي انا شايفها حاجة هتمسك الريبل او هتتدعم الريبل الفضلة اللي جاية دي شركة الريبل وعملة الـ XRP بالاخص هتدعمه جدا فده مش هيتأثر بالنهار الاقتصادي واحتمال كبير انه هو يزيد كمان فترة الانهار الاقتصادي لانه هيبقى ليستخدامه اكتر لان الناس عايزة توفر مش بس تحولات انت عايز تعمل تحولات وتوفر في التحولات على مستوى البنك وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الشعب نفسه الشعوب نفسه المواطن العادي فكله عايز يوفر فيه اكتر حاجة بتوفر الـ XRP في التحولات البنكية فده انا اعتقد لما يحصل انه هم رح يبتدي يدوروا على الحاجات ليه الاوفر مين الاوفر في العملات الرقمية الـ XRP تمام ده من ضمن الحاجات انا انا شايفها انا وجهة نظر شخصية ممكن اكون غلطان يعني شانا ما حدش يجي غلطني انا ممكن اقولك انا مش اله انا مجرد شخص بقول رأي فانا بقول وجهة نظري انه هو مش هيتضرر حتى لو نزل سعره هيطلع تاني لانه هيبعليه استخدام غير بقية عملات كتير ما لهاش استخدام غير انها مضاربة بس فانا شايف انه هو الانهار اقتصادي ده مش هيأثر على الريبل عملة الريبل الـ XRP تمام فبس خلي بالكم بقول لكم الخبر ده ليه الخبر ده عشان احقال لكم تحذره انت تحاول على قد ما تقدر وزع فلوسك على المنصات لان لو حصل الانهار احتمال ان يقول لك منصات تبتدي تستعبط تقول لك عندنا فلسنا الانهار اقتصادي ويقفلوا ويهربوا حاجات كده هتلاقي حاجات غريبة بتحصل وقت الانهار اقتصادي لازم تلاقي مؤسسات بتقفل والحجة بتاعتهم افلاس بنوك بتقفل حاجات كده حتبوس لما بنوك تقفل تلاقي منصات تقفل مو حاجات كده مش عايز اخوف كله يعني بس عايز اقول لك ايه وزعوا فلوسكو على المنصات ما تحطوش كل فلوسكو في محفظة واحدة في منصات واحدة لازم توزعها لا تضع البيض كله في سلة واحدة عشان لو حصل لقدر الله منصة افلت المنصات التانين بتدعم مش بخوفكم انا بقول لكم بديوا نصيحة خبرتي في موضوع الانترنت لان انا بقالي كتير فترة طويلة في الانترنت اكتر من 15 سنة في موضوع الربح من الانترنت وكلام بقالي 15 سنة في مجالات كتير فخلي بالكم فانا بقول لكم الكلام ده عشان تاخدوا بالكم من موضوع للحاجات اللي بتكلم عليه وممكن بقى ما يحصلش الانهيار اللي بتكلم عليه ممكن فعلا الحكومات تبتدي تدعم ويتفقوا مع بعض ويدعموا بعض وما يحصلش حروب ما يحصلش مجاعات يحلوا المشاكل وما يحصلش الانهيار اقتصادي بس في الانهيار حاصل هيحصل هو قريدي في الانهيار بس مستوى الانهيار هيبقى ايه هنعرف الايام الجاية بس لو في خبر عندي هقولهلكو على طول القناة لو في خبر عندك تكتبوا لي في التعليقات تكتبوا لي تكتبوا لي كمان رأيكم كل واحد يقول وجهة نظره بتدعم الجميع يعني كل واحد مفيدة على القناة اكيد حيبقى مفيد لنا كل ما فانا بس بطمنكم بالنسبة بالنسبة للعملات حتى التانية لو حصل الانهيار بيبقى حاجات مؤقتة يمكن سبب الانهيار مش زي ما بيقول يعني هو بيقول البيتكوين هيتأثر طب ما هيتأثر ممكن يزيد مش يقل ممكن انها استخاف من البنوك انها تقفل وتفلس يروح باعتين فلوسهم يحطوها في العملات الرقمية يوم العملات الرقمية تزيد سعرها توصل فعلا الاسعار الفلكية اللي قالوا عليها الـ 500 ألف دولار و400 ألف دولار للبيتكوين وطبعا ده هيتأثر بيه جميع العملات هيرتفعوا الناس هتخاف من البنوك تتحط في عملات الرقمية ممكن ده وارد ده احتمال كبير وارد 50-50 50% 50% فاحنا خليك دايما في السيف سايت خليك في الامان اللعب على كل الجهات بحيث ما تحطش كل في جهة واحدة كل فلوسك تمام وربنا يسطل علينا كلنا وان شاء الله خير ندعي نقول يا رب ربنا يحل كل الامور تمام يا جماعة انا اسف انها طولت عليكم سلام يا جماعة